الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد من كتاب معالم السنة النبوية ومصدرنا في الأحاديث الشريفة كتاب معالم السنة النبوية الكتاب ده قدر يجمع أكتر من 14 كتاب من أمهات كتب الحديث اللي حضراتكم شايفينهم دورت عدد الأحاديث في الكتب دي 114 ألف حديث قدر يصل بالعدد إلى 3921 حديث يعني تقريبا 3.5% اسمحوا لي النهاردة مش هنتكلم عن الراوي هنتكلم عن نبي من الأنبياء لقب بأب الأنبياء وخليل الرحمن نذكره في كل صلاة في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير حين نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد سؤال جميل جدا لماذا يلقب سيدنا إبراهيم بأب الأنبياء على الرغم إن فيه أنبياء جم قبل منه زي سيدنا آدم وسيدنا نوح اللي جابة بسيطة جدا إن سيدنا إبراهيم ولد له سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق سيدنا إسماعيل جاء من نسله الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما سيدنا إسحاق فجاء من نسله الشريف سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف أنبياء بني إسرائيل أطلق على كل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن والخليل هو الصديق المخلص الصفي الوفي صلى الله عليهما وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين في هذا المجتمع المليء بالعبادات الوثنية الشركية مثل عبادة الكواكب وعبادة الأوثان وعبادة الملك النمرود ملك بابل كان سيدنا إبراهيم يناقش ويجادل بالتي أحسن واستطاع بفتنته وزكائه أن يوجههم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فهو حنيفا أن يمير عن الشرك إلى الحق يمير عن الشرك إلى الله سبحانه وتعالى والآن مع حديث اليوم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة ومعنى الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق وكان الشيخ الشعراوي رحمه الله بيحب يفسر كلمة الحنيفية بأنها الميل عن المائل فهي السقامة والمائل طبعا هو الشرك أما السمحة فهي السهلة ومعروف أن دين الإسلام ذو يسر وحديكم على كده مثال كانت التوبة عند اليهود من أي ذنب بقتل نفس أما التوبة عند المسلمين فتكون بالإقلاع والعزم والندم والحمد لله على نعمة اليسر جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ويريد كلنا نشارك الفيديو حتى تعم الفائدة ويريد لو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة ويريد كمان لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا